الصورة دي حلو قوي صراحة الله صورة نلطيفة جدا علامة النصر العظيم بتاعة زنبي الرجل الاخ مايكل وهو هو ده مايكل قصو مايكل ماسك سبحة يعني ماشي يمكن برضو اخواننا المساحين اه ده مش عارفين مين ده يا جماعة ما حد يقول لنا مين ده يا جماعة الرجل ابو سبحة ده مين انا عارف برضو ان اخوة المساحيين برضو بيعضوا عندهم اسكار يعني بيقولوا اسكار على فكرة في واحد منهم من اخوة المساحيين بعتلي لما انا كنت بتاريق بس على مونير مكرمش بتاريق على على العذراء مريم يعني الدين الاسلامي يضع السيدة مريم في في مكانة عظيمة جدا يعني وفي صورة من القرآن باسمها يعني لما انا قلت خليه روح يتبع حاجلين للعذرة مريم فقالت بتاريق لا مترايش على العذرة مريم بتاريق عليهم هما لانه عادي جدا هو فاكر انه هو كده بيخس الجريمته يعني فمعرفش برضو اخواننا المساحيين عندهم برضو اسكار بيقولوا بس مش عارف ماسك سبحة بقى المهم زنبيا المتحينين رجعوا بالسلامة طبعا سالمة سلامة رحنا وجينا بالسلامة هل تسمعوا لهم رجزة هل تسمعوا صوتا في مصر هل في حد مثلا قال الجماعة دول دي دولة بقى ودولة ديمقاراطية وفيها شفافية ودولة كده عظيمة ودخلة على انتخابات قال يا جماعة الطيارة دي باكادش بتاعتنا الطيارة دي نازلة بيروت الرواية بتاعتهم الرواية بتاعتهم العبيطة بتاعت اللي جالكترون دي العبيطة في يا جماعة البتاعة الطيارة دي كتنزلت رزيت مناش دعوا بيها ونزلوا خدوا مجموعة من الاشخاص باعتبار ان الاشخاص دولة هم افراد امن بس مش اكتر فمناش دعوا احنا مسؤولين فطب الخامسة رجعوا بقى طب من المفروض انه يتم التحقيق مع شركة الامن اللي شغال فيهم هؤلاء انت كنت راحين تعملوا ايه وازاي خرقتوا وازاي بتشتغلوا في الدهب المزيف والدولارات تعالوا بقى نعمل تحيات زي اللي عملتوها للولد اللي هو كتب لا اتشيرت لالتعذيب زي اللي عملتوها للستات اللي بتعمل اكل للمعتقلين واعتبرتوا انه دي جريمة هذه البلد التي يرجى فيها الخير عملت قضية اسمها جروب مطبخنا بالطالب باعدام او واعتقال او مؤبد للستات اللي كان عندها انسانية وفكرت تعمل اكل المعتقلين اللي ما بيكلوش غير اكل السجنة دي لهم عشر سنين لكنها لم تفكر في ان تطرح سؤالا واحدا على هؤلاء البشوات دي بلد كلها عدالة يا جماعة ده احنا ميزان العدل سابت دينيا كله وطب عندنا في مصر او الله مش مصدق انت بس اللي تلاقيك كره النظام او متآمر او عميل لدولة اجنبية عبيط لدولة اجنبية تعرف هم هم دلوقتي الحمدلله يعني ايه بيقولك بس يا عميل على عماد يعني بس مش عارفين يقولوا ان عميل بتاع ايه يعني يعني عميل ايه طيب يعني طب ايه عميل وجاسوس بتاع مين يعني جاسوس لتركيا لا ما يقدروش بتركيا العلاقات حلوة جاسوس لقطر ما خلاص بقى قطر بتدي رز كان الاول تركيا وقتر دلوقتي ما فيه الجاسوس بريطانيا ما هو لأ مش مش عارف يطلع بريطانيا معاوش جواه الصفر طبعا جاسوس هو جاسوس وخلاص فبس يا عميل انت ده احنا زال فل احنا زال فل وزير خارجية زنبيا السابق طلع بيان وده رئيس حزب اسمه حزب المواطنون اولا ماشي السيد هاري كلابا ده وزير الخارجية السابق طلع بيان زي ما انتوا شايفين على الشاشة هو على حسابه واحنا ترجمناه طبعا باللغة العربية وكتب بيان باللغة الاجنبية واحنا البيان بتاعنا باللغة العربية ترجمناه تمام بيقول الى جميع قنوات الاعلام والحكومة طبعا الزنبية مش بتكلم على قنوات الاعلام بتاعتنا اولا كمواطنين نطالب الحكومة من خلال الوزارة الداخلية والانم الداخلية باسدار بيان حول كيفية تقدم التحقيقات في كارسة زهب كايا طبعا دي اسم القضية هناك هذه القضية تحزى باهتمام كبير للشعب الزنبي الذي تسرق موارده المعدني موارده المعدنية في وضح النهار وحتمية الكشف الكمان على التفاصيل الظروف المقدية الى القبض والافراج على المصريين والسيد ديانجو شخص معروف سياسيا لماذا لم يتبمي الافراج عن البقية او منحون كفالة كما تطالب الحكومة باعطاء اسماء العامة للموظفين مجلس الدولة وهكذا الراجل يعني بيقولهم يا جماعة قولونا ايه اللي حصل في القضية ده وزير وزير الخارجية السابق وزير الخارجية السابق ده برضو شكله اخوان اما انت عارفين مصطفى بكر مبارح قالك ايه قالك الكاذبة التي رواجها الاخواء فده برضو شكله اخوان وزير الخارجية الزنبيا السابق طب خلونا بس نسمع تصريحات اه وزير الخارجية الزنبي السابق ونرجع نشوف بعد كده اه 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 المتهم كاسيندا الفاكرين المتهم اللي انا كنت معجب بيه اللي هو دحك على الصين ودحك على جابها من غربها لشرقها نسمع بس الكلام وزير الخارجية ونرجع نشوف كاسيندا قال ايه נסت لاسي قه مبارح؟ حسن السنسلينهين کردون عنه وطب مهاتبار الكثير من الإيجيبية وطب مهاتبار الكثير من بعض المعجومات وطب مهاتبار الكثير من المعجومات يعتقد أن هذا الأمر becomesóعمال ت Eجب المعجومات ويجب أن ت بتحويله أن هذه الحالة ويجب أن نعبد كثير من التحصل بها القدرة وإنهاء المعجومات لإمكانية الأمر القدرة لإمكانها فعلا يجب الونغ للقام المترجم للحظة وفكرة حالي لا يستطيع المحيوات على المعيزة بحضورة نعمل مستقبل حفل حكرة ما حدث عن الحقارات ومنحكم على مستقبل في هذا المدين ونحن نعمل لهم حكرة ما حدث من المترجم من المترجم من المترجم من المترجم ونحن نحن طبعا بغض نظر عن الفيوت الطبيعي اللي واقف فيه وزير الخارجية وناس بسيطة جدا ده وزير خارجية سابق يعني وناس بسيطة وبتاع آآ وارض يعني الزرع فيها آآ مصفر محروق لكن انا لفت انتباهي هذه السيدة اللي شايلة طفل صغير واقفة يمكن لما الفيديو يمشي شوية هيبان رجليها وهي حافية دي هيمشي الفيديو شوية هيبان رجليها وهي حافية ايه اللقطة دي اللقطة اللي فاتت يا دي هتلاقي رجليها وهي حافية بص لا اللقطة اللي بعدها هتلاقي رجليها وهي حافية الشاهد طبعا انا مش بقف على دي انا مش بقف مش على دي لكن على فكرة هكذا تدار هذه الدول فقر المطقع وفساد المكتمل هنا وزير الخارجية بقولوما جماعة قولونا الناس خرجوا في ايه ودخلوا في ايه لحد سأل اين ذهبت الدولارات لانه ده طبعا كان من ضمن الصفقة اللي تم تسويتها الصفقة يا جماعة انت بتكلم على هذي المبالغ في دولة زي كده الناس فيها ماشي حافية عين ومساكين ولهم كامل التقدير احنا بنش مش بنتنمر على حد بعسى ان يكونوا خيرا منا يعني لكن احنا بيتكلم على 11 مليون دولار زبطوهم في الطيارة غير ما دفع تعويضا عن اخراج المتهم ابو جواس صفر دبلوماسي واخراج باقي المتهمين دفعت اثمان غالية وباهزة في دولة زي كده فلازم الملف يتقفل لازم الملف يتقفل لكن الحقيقة طبعا ده شغل السياسي بيقوم بيه وزير خارجية وده رئيس حزب اسمه المواطين اولا بيطالب بالكشف حاليا لن يتم الكشف لكن اعيدكم مش عشان يعني انا بايدي حاجة ليس لي من الامر شيء ولكن اعيدكم بان افريقيا مستخباش فيها حاجة افريقيا زي ما انتم شايفين كده ممكن تتبع فيها بمئتين دولار وممكن تشترى فيها حياتك بمئتين دولار فبالتالي بعد شوية كده لما حد هيكون ليه مصلحة في الكشف عن اوراق هذه القضية ويدفع الفين تلات تلاف دولار ده اي حد في الموضوع ده ستخرج كل التفاصيل فانا اعيدك بعد وقت ما ستنكشف هذه الفضيحة اللطيف ده كلام وزير الخارجية الزنبي لكن اللطيف الحقيقة اه كلام الاخ كاسنده فاكرين كاسنده كاسنده ده اللي المتقى فاكر مش معك الصورة يوسف الصورة بتاعت الراجل كان قاعد قدامه دهب كتير ده هو المعالم كاسنده ده بس انا كانت الصورة اللي عجباني لما عجبتها لما كان قدامه دهب كتير كده ده كاسنده كاسنده قال كلام جامد جدا جدا الحياة كاسنده ده اللي هو منايم الصين من المغرب والله لنايمك من الصين يا مغرب زي محمد ينيدي ما قال ومنايم زنبيا وخد اه الرجالة بتعوتنا بتوع الأجهزة الأمنية العظيمة ضحك عليهم ونصبهم قالك والله أنا لست محتالا والله سيكشف الحقيقة تراني تأثرت والله كلام جابت جدا الأخي كاسيندا رجل متدين جدا يبدو أنه من جماعة الإخوان الزنبيين برضو متدين قالك ربنا هيكشف الحقيقة خلاني بس نسمع كاسيندا قال إيه عشان أقولكوا أنه القضية قد تكون طوية صفحتها في الجزء الخاص بالمتهمين المصريين لكن هتفضل شغالها في زنبيا وخلي بالك زنبيا عندها انتخابات بعد شوية زنبيا أكدت لك كده قاعدك أنه في فترة ما لما صهيل الخيول يشتد ويعني صوت الصيوف المعركة يبدأ هتنكشف كل حد هتنكشف وهو بالتأكيد زنبيا برضو مش بلهاء قوي يعني ما خدوش صورة جواز المتهم السادس يعني أكيد خدوا صورة جواز المتهم السادس واتصور وحاجات كتيرة جدا مركونة على جنب عشان ده نهر من الابتزاز لا توقف شوية شوية كده هتبقى الفيزيتة كل شوية الفيزيتة تقل الفيزيتة مش هتزيد في الموضوع ده الفيزيتة تقل في الاول بس هتبقى ملايين كتيرة بعد كده هتبقى شوية ملايين قليلة وبعد كده هتبقى بضعة قلوف ويظهر المتهم السادس بصور 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 بصوته وصورته وجواز صفره وكل حاجة خلا اسمع بس كاسنده لأيه عشان نبقى عارفين انه قضية زنبيا لسه شغالة انا لست محتالا الله سيكشف الحقيقة بينما تتخلى الدولة عن صندوق الذهب والدولار التي عثر عليها علامات الطائرة اهتم رجل الاعمال في لوساكا شادريك كاسنده بالصلاة من اجل ان يكشف الله الحقيقة التامة التي وجهتها الدولة له ولاخرين يوضح كاسنده انه ليس محتالا لذهب كما تصوره الدولة ولكنه رجل اعمال يتعامل في التجارة القانونية وفي حدثي بعد ان احله مدير نياب العامة هو واربعة اخرون الى المحكمة العليا لمحاكمتهم قال كاسنده ان كل ما ينتظره هو العدالة وليس وسائل التواصل الاجتماعي والنياب العامة واصر على انه لم يكن محتالا بل رجل اعمال محترم ودولية يشارك في التجارة القانونية وقد الزم مدير نياب العامة جيلبرت فري كاسنده رسميا وفرانسيس ملوبو ماكاي ماتيو احد مساعدي مجلس النواب وباتريك كاوانو طيار خاص يعمل في خطوط مهغنج الجوية وجين بيليرمو الرئيس التنفيذي لمطار مهغنجي وكنيث كاويندا الدولية قائد الشرطة روبينس مونجا الى المحكمة العليا بتهمة التجسس وذلك بعد ان ادخل فيري مدير نياب العامة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على مواطنين اجانب والزنبي اوزوارد مولانجو ديانامو رئيس اللجنة المنظمة لحفل بني موني التقليدية ومع ذلك في تطور الاحداث قررت الدولة توجيه الاتهام الى كاسنده وماتيو وكاوانا ومونجا وبيليرمو بجريمة التجسس دون اي ذكر للذهب والدولارات التي تم العثور عليها على متن الطائرة وفقا لشهادة الاحالة الى المحكمة العليا الصادرة عن مدير النيابة العامة فان كاسنده وكاوانا وماتيو وبيليرمو ومونجا متهمون الان بمكتب التجسس خلافا للمدة رقم 3000 من قانون امن الدولة والفصل 111 من قوانين زنبيا وفقا لتفاصيل الجريمة هي شادريك كاباسا كاسنده وباتريك كاوانو وفرانسيس مولوبو مكاي وجين بيرمو وروبرس مونجو في اليوم الثالث عشر من اغسطس من هذا العام بمقاطعة الوساكا بالجمهورية الزنبية بالاشتراك وافناء العمل مع اخرين غير معروفين دخلوا الى مكان محمية وهو منطقة مطار كينيف كاواند الدولي لاغراض تضر بسلامة ومصالح جمهورية زنبيا عندهم برضو في زنبيا ناس خفيفة الدم كده يعني برضو انت عارفين مش المصريين بس اللي عندهم خفيفة الدم فيه ناس في افريقيا دمهم زي العسل السفيق اهو الصورة دي بتاعت الاخ كاسيندا اوه ده الاخ كاسيندا والدهب عشان برضو انا بحقد عليها انا وضياء جدا في موضوع الدهب ده فالسفير السفير الزنبي في اسيوبيا كان ليه تعليق حلو قوي صراحة كتب بوصت لطيف السفير الزنبي في اسيوبيا كتب تعليق ناطيف جدا قالك يا جماعة بعد شوية اهو امانويل مومبا قالك ايه ابو قالك يا جماعة مش هيبقى اصلا فيه بعد كده اصلا موضوع طيارة طبعا التاريق انا مش عارف اقرارك البوصت كله ولا لا بس هو اختصاره يعني قالك هو فيه الاخر اللي هيتطلع فيه طيارة ولا كان فيه عملية ولا كان فيه اي حاجة خالص لان الحقيقة الكلاب عجيب فيه ناس دخلوا للبلد وتقابض عليهم وتعملهم الليلة وفجأة خرجوا فيبقى الحل ايه الحل ان ما كانش فيه طيارة اصلا انتوا كنتوا وهمين كانش فيه طيارة طبعا الراجل بيتاريق فبرضو يعني ايه دمهم خفيف شوية تقريبا كده دمهم زي دم ايه عبسانة يمامة يعني يدي على الحتة دي هنشوف دلوقتي عبسانة يمامة دمه خفيف جدا عبسانة يمامة ده لطيف خالص كيوت كده حاجة يعني ما شاء الله ما شاء الله والله هنروح لعبسانة يمامة بس زي ما اقول لكم كده عشان نيفل موضوع الطيارة ونفضل متواصلين فيه انه ديوله هتبقى كتير ديوله هتبقى كتير لما حد بيم لما حد بيقع في السياسة وبيتمسك بيتمسك بتبقى مسكة وخصوصا انها مسكة متعددة الاطراف يعني مش طرف واحد مسكة متعددة الاطراف فخلينا بس نتابع ما سيجري في زنبيا وزي ما قلت لكم كده مش اسبوع ولا عشر تيام ولا شهر لا بعد فترة ستنكشف هذه القضية بكل تفاصيلها لتوضح كيف ان هذا النظام المجرم يعمل في هذا البلد بمنطق العصابات ليس بمنطق ادارة الدول ترجمة نانسي قنقر ه送 جد